بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد ياريت أول الفيديو نضغط ضغط لايك لو تكرمتم ولو اشتركتم يكون اشترككم على راسي حيكون أكبر سبب لتشريفي ناردة هنتكلم عن محمد عبدالوهاب وسبب موته اتكابل في السجادة ومات ابنة محمد عبدالوهاب تروي سبب وفاة أبيها قالت عفة محمد عبدالوهاب نجلة الموسيقار محمد عبدالوهاب إن أباها لم يكن لديه أي مشاكل صحية مضيفة أن أبيها محمد عبدالوهاب كان شديد الاهتمام بصحته ولم يهمل صحته أبدا وأضافت عفة خلال تصرحيتها ببرنامج من مصر مع الإعلام عمر خليل المزاع على فضائية سي بي سي أن الفنان محمد عبدالوهاب كان محبا للمشي في البيت ويخصص لنفسه ألف خطوة يوميا وتابعت نجلة محمد عبدالوهاب أنه أثناء تمشيته في المنزل اتكابل في السجادة ومات وأن الواقعة تسببت له في حدوث الوفاء وأكدت عفة أنه لم يعاني من أي مشاكل صحية قائل إن بيتهم بأكله وشربه وصحته إنه كان يهتم كثيرا بهذه الأشياء وكان عام النظام إنه يمشي في البيت ضروري ويوميا فهذا هو الذي سبب له الوفاء دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر